لا تزال مساعي ايجاد مخرج للازمة السياسية التي يعيشها الجزائر متواصلة احداث هذه المساعي هو اعلان الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح عن ترحيبه بالمبادرة التي تقدم بها منتدى المجتمع المدني للتغيير بشأن الشخصيات الوطنية التي ستقود مسار الحوار الوطني معلنا عن بدء مشاورات لتشكيل هذا الفريق واشار بن صالح الى انه يجب ان تتوافر في هذه الشخصيات المصداقية والاستقلالية وان لا يكون لها انتماء حزبي او طموح انتخابي واصفا مبادرة المنتدى المدني بالايجابية وكان المنتدى قد اقترح 13 شخصية لادارة الحوار الوطني للخروج من الازمة الحالية تطور سياسي يأتي تزامنا مع جمعة جديدة تشهد استنفارا امنيا بعد تواصل التظاهرات خلال الاسابيع الماضية وفي جديد المحاكمات اودع الوزير السابق وعضو البرلمان عمار غول الحبس الاحتياطي في اطار التحقيق معه في قضايا فساد وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان غول مثل امام المحكمة العليا بصفته وزير النقل الاسبق وذلك للاستماع الى اقواله في التهم الموجهة اليه في اطار القضيتين المتعلقتين برجلي الاعمال علي حداد ومحيد دين تحكوت الذي تدير مجموعته جزءا كبيرا من قطاع النقل الجامعي اشتركوا في القناة